ما زلنا نتابع الجولة التفاقدية في مشروع تطوير القاهرة التاريخية حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إعادة إحياء حديقة الأسباكية التراثية وفيما تعلق بالأشجار التاريخية بالحديقة وجه رئيس الوزراء بوضع شرح حول تاريخ كل شجرة ونوعية هذه الأشجار كما تفقد مدبولي أعمال إعداد إحياء النفورة الأسرية حيث تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ المشروع ومن المقارر الانتهاء من أعمال التطوير بالنفورة الأسرية قبل نهاية العام الجاري وخلال الجولة وجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال مبنى سنترال العتبة أفضل استغلال بما يحقق أقصى استفادة منه ويسهم في إبرازي الهوية الحضرية والتاريخية للمنطقة ترجمة نانسي قنقر